تعرف الولادة الطبيعية بأنها خروج الطفل عبر قناة الولادة في جسم المرأة وخلال ذلك قد تشعر المرأة بالضغط على المستقيم هذا الضغط ناجم عن حركة رأس الطفل إلى أسفل القناة وعلى المرأة الدفع كلما شعرت بالحاجة إلى ذلك حتى تساعد الطفل في الخروج كما يستخدم الملقات أو الشفط لمساعدة الطفل وقد يقرر الطبيب توسيع فتحة المهبل مما يوفر للطفل مساحة أكبر للخروج وبعد دقيقة واحدة على الأقل من ولادة الطفل يضع الطبيب المشبك على الحبل السوري ويقطع الحبل ثم يستمر تقلص الرحم بعد الولادة هذا لإخراج المشيمة أما بالنسبة لأعراض الولادة عند البكرية فإن أعراض الولادة عند البكرية أو السيدة الحامل بطفلها الأول مجهولة ويتعلق السؤال المرافق لها من أول يوم في الحمل بكيفية معرفة اقتراب موعد الولادة ولا تختلف أعراض الولادة عند البكرية أو في الحمل الأول عن الولادة عند السيدات اللواتي حاملنا من قبل لكن السيدة البكرية لا تعرف كيف هو شعور الولادة والأعراض السابقة لها وليس من الضروري أن تشعر الأم بالأعراض كلها فقد يظهر عليها عارضان أو أكثر كما أن الأعراض تختلف من سيدة إلى أخرى حيث المرأة الحامل قد تشعر بحالة الولادة فجأة ومن دون سابق انذار ترجمة نانسي قنقر